نهار دا تعالينا كلنا كنا عايزين نكسب المباراة حسينا ان احنا قريبين الشوت التاني تحديدا ضيعنا على الاقل 3 فرص مؤكدة للتسجيل حسينا ان المنتخب اللي قدامنا مش منتخب قوي الشوت الاول خطفونا بهدف بخطأ جماعي الشوت التاني سيطرنا طولا وعرضا هجوميا ودفعيا بفضل شغل الكابتن حسام حسن تكتكين في الملعب وعلى مستوى التغييرات في المجمل وده اول حاجة هقولها احنا دلوقتي من اربع مباريات في التصفيات جمعنا عشر نقاط وده ما حصلش في تاريخ منتخب مصر في اول اربع مباريات في اي تصفيات لعبناها قبل كده الكاس العالم انا بس اعقدك في النقطة الايجابية وبعد كده هنروح للحاجات اللي انت عايز تسمعها اللي هي بيبقى فيها شد وجذب والحاجات العظيمة بس الاول في نقطة ايجابية احنا معنا عشر نقاط معنا ثلاث انتصارات وتعادل خارج الارض دي نقطة ايجابية هتقولي لا يا كريم بس التصفيات دي سهلة والمنتخبات دي سهلة المنتخبات دي لو كنا لعبناها في تصفيات قبل كده كنا صعبنا كاس العلم في كل البطولات اللي فاتت هقولك يا سيدي مع المنتخبات دي هي هي يعني بركينة مش هي بركينة بتاعة الزمان غنيا بيساو مش غنيا بيساو بتاعة الزمان وهكذا سلاليوم مش سلاليوم بتاعة الزمان وأنا آسف لأقولك كده إن إحنا برضو مش بتوع زمان يعني فاهم هم تقدموا كثيرا وأنا أقولك إن إحنا على أقل في مكاننا أخذنا خطوة لقدام ربما خطوة الوراء بس المهم إحنا مجرناش زي ما هم جارجوا فهم قربونا جدا مزاي زمان زمان كن إحنا بعيد قوي فإحنا معانا عشر النقاط متصدرين مجموعتنا والأمور حلوة إيجابية ما فيهاش خضة يعني مثلا بعد أربع مباريات في التصفيات في العادي يعني كنا نقول إيه إحنا بقى محتاجين بوركينا تكسب سيرليون طب جيبوتي تعمل إيه مع أسيوبيا طب لما أسيوبيا تتعادل بفارق مش عارف إيه ومش عارف مين يكسب ويخصب الحزبة بيرمة الشهيرة إحنا عرفنا كلمة حزبة بيرمة دي من تصفيات كأس العالم لحد هذه اللحظة إحنا مش فيها إحنا بعيد إحنا في الصدارة فدي نقطة إيجابية ننبسط بها شوية وهجيلك على المباراة ونحكي على المباراة دي واحد بالنسبة للمباراة الشوت الأول ما كان الشوت جيد ما كانش شوت جيد ما استمتعناش ما دخل فينا هدف ما وصلناش للجول كنا مستحوذين وده مش في العادي إن إحنا نستحوذ خارج الأرض ما كانش بيحصل دايما كنا منتخبات المصرية بتتراجع بس في نفس الوقت كان يستحوذ سلبي سلبي جدا ما فيهوش حاجة خطيرة على المرمى عد للكابتل حسام حسن في الشوت التاني وتحسننا كثيرا وضعنا فرص مام عشور ضيع صلاح ضيع بقى اللعبين ضيعه وما تنسوش إن إحنا خسرنا مصطفى محمد الإصابة في شوت لولف هذا طبعا أثر على منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر